أعزائي من تبيع كرة القدم في كل مكان نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بين ريال مدريد وليفربول والقناة النقل للمباراة ونرح النجم المصري محمد صلاح لعب ليفربول انجليزي في صناعة التاريخ بقيادة فريقه للمباراة النهائية في مصابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم الحالي 2017-2018 ويقود محمد صلاح ليفربول في النهائي الناري أمام ريال مدريد الأسباني حامل اللقب آخر الموسمين والمقرر إقامتها يوم 26 مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كيف وسام محمد صلاح بـ 15 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذ نجح في تسجيل عشرة أهداف احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدفين متساويا مع روبرتو فرمينيو ويأتي أثنائي خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة برصيد 15 هدفا كما صنع الفراعون الذي يعد أول مصري يتأهل نهائي تشاميونز ليج للمرة الأولى في التاريخ بخمسة أهداف أخرى وسيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد جاهزا لمواجهة ليفربول في نهاية دوري أبطال أوروبا رونالدو كانت قد تعرض للإصابة خلال كلاسيكو أسبانيا أمام برشلونة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وتقام المباراة على ملعب استاد الأولمبي بكييف بأوكرانيا ويدر المباراة تحكميا الحكم السربي ميلوراد مازيك الذي يبلغه من العمر 45 عاما وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكلة القدم بين ريال مدريد وليفربول يوم السبب 26 مايو 2018 في تمام الساعة التساعة إلى ربع مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان والثمينة إلى ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والحديث عشر إلى ربع مساء بتوقيت الأمراض والعشر إلى ربع بتوقيت السعودية والعراق الكفيت والسورية والسبعة إلى ربع بتوقيت جرينتش والمغرب كما ستزعى المباراة بالسنباشر عبر قناة بينسبورد HD إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة